السلام عليكم أصدقائي ومرحبا بكم مجددا على قناة معلم اللغة الفرنسية دائما مع سلسلة جملة كل يوم هذا الصباح أيضا سوف نرى جملة بسيطة ورائعة أكيد ستحتاجونها في كلامكم اليومي وجملتنا لهذا الصباح هي ماذا يجب علي أن أفعل الآن لقد تم قطع تزويد الكهرباء أعتذر بالنسبة للبارحة لغيابي عنكم وذلك كالعادة لظروف طارئة فوق قدرة الشخصية نعم شارك معنا كل من كاينة بالكحلة أمين بطبيق مروان نخل الملكة بالقيس فاطمة الشادلي جابر أمينة دي زد نعم عتيقة من المغرب عتيقة ماروك فاطمة مبيد هناء محيددين مريم علي الزهراء فاطمة فاطمة نوها حاس قبل أن نعود لجملتنا أريد فقط أن أخبركم بأنه في آخر هذا الدرس سوف أقترح عليكم فكرة رائعة لإتمام التعارف لأن بما أنني لاحظت بأنه مرت مدة طويلة وهناك أشخاص كثر أصبحوا أصدقاء لكن أصبح الجميع يحب أن يتعرف على أصدقائه كيف هم لهذا سوف أعطيكم فكرة لكي نتعارف جميع أصدقاء القناة في آخر الدرس ولكن تابعوا الدرس أولا وبعد ذلك استمعوا للفكرة نعم كما قلت لكم آخر هناك دائما فائز واحد والفائز هذه المرة هو مروان نخل ليس بفارق التوقيت لأنه ليس أول شخص أعطاني جواب ولكن من سبقوه سواء أعطوا أجوبتهم قبل انتهاء مدد الدرس أو كان هناك خطأ في جوابهم ومروان هو أول شخص أعطاني جواب صحيح وكذاب كي سبق parody فهر مانتنان كه سيدي فهر مانتنان لاليمانتشن إليكتريك ها اتت كوبه لاليمانتشن إليكتريك ها اتت كوبه نعم هذا هو الجواب الذي وضعه ماروان مبروك يا ماروان على جوابك الصحيح الآن نعود لجوملتنا لكي نتكلم عنها ونصحح كل ما يمكن تصححه ونتحدث عنها ماذا يجب علي أن أفعل هذا سؤال باستعمالنا صيغة السؤال أظن بأن المسألة أصبحت واضحة لأنني كررت هذه المسألة أكثر من مرة ولا أرغم أن هناك من لا زال يؤختي بما أنه لدينا سؤال لدينا طريقتين تذكروا فقط هاتين الطريقتين إما أن نستعمل يعني نقوم بقلب الضمر مع الفعل أو نستعمل أداة طرح السؤال مثلا في هذه الحالة مثلا يمكن أن نقول كدواج ليس كجدوى فار بالنسبة للأشخاص الذين كتبوا كجدوى فار هذا أسلوب ركيك كدواج هنا كما تلاحظون عملية قلب الضمر مع الفعل هذه تستعمل لطرح السؤال كدواج فار ماذا علي أن نفعل الآن أو إذا لم نريد استغلال هذه الطريقة نبحث عن أداة طرح السؤال وهي كيسوك 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 جدوى فار مانتنون في هذه الحالة عندما نستعمل أداة السؤال كيسوك لا يهم يعني لا يسا من الضروري أن نقوم باستعمل أن نقوم باستعمل l'inversion du sujet سواء نكتب كيسوك 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 جدوى فار مانتنون هذه هي الطريقة الصحيحة من المهم جدا أن تتعلموا كيف طرحون السؤال وأنا كل مرة أضع لكم جملة استفهامية أو أكد على هذا تذكروا فقط هتين الطريقتين إما بحثوا عن أداة تطرحوا بهذا السؤال أو استعملوا l'inversion du sujet l'inversion du sujet هي عندما نقوم بقلب الدمير يأتي بعد الفعل وليس قبله كما تلاحظون على الشاشة كتابت كدواج ولم أقول كجدوى كجدوى أسلوب ركيك كدواج فار مانتنون وبالنسبة لي هنا تصريف البرب دوواغ هنا صرفنا في الحاضر الدلال هناك إمكانية استعمال أزمينة أخرى مثلا هناك لاحظت منكم من استعمال الكنديسيونال كدوغاج أو كيس كجدوغري أو حتى هناك من استعمال الفوتر لأننا نتكلم عن شيء لم يحدث بعد أنت تقصد ماذا سوف أفعل في المستقبل ماذا علي أن أفعل ماذا يجب علي أن أفعل حتى بالنسبة للمستقبل البسيط صحيح جميع هذه الصياغ صحيحة صراحة بالنسبة لزمن الكنديسيونال بخزون هذا الزمن يعني لديه صياغ كثيرة ويمكننا أن نخصص درس خاص لهذا هذا الزمن الكنديسيونال بخزون لأنه جد مهم ويستعمل أيضا في مجالات كثيرة في اللغة الفرنسية جيد الآن تكلمنا عن طريقة صياغة سؤال عن الأزمنة التي يمكن أن نستعملها في تصريف لذلك سواء في الحاضر الدلالي عفوا سواء في الحاضر الدلالي أو في المستقبل البسيط جيد هنا فقط الإشارة يمكننا أيضا استعمال بدلا من لذلك فر كدواج فر الآن يمكننا أيضا لقد لحظت بأن هناك من استعمله الزغب أجير أجير معناه تصرف كيف علي أن أتصرف رغم أن المعنى أو الجملة سوف تتغير بعض شيء ولكن المعنى سوف يبقى كما هو جملة مثلا سوف تصبح كمون دواج أجير مانتنون يعني كيف علي أن أتصرف الآن بدلا من ماذا يجب علي أن أفعل كيف يجب أن أتصرف كمون دواج أجير مانتنون أيضا هذه صيغة صحيحة لقد تم قطع تزويد الكهرباء هنا بالنسبة قطع تزويد الكهرباء بالنسبة العبارة تزويد الكهرباء لدينا عبارة كثيرة يمكننا أن نقول أو حتى هنا كمان كتب فقط عبارة الكهرباء أو التيار الكهربائي أيضا هذه العبارة أيضا كلها صحيحة فقط يجب الانتباه عندما نصرف كما تلاحظون الانتباه للربط بما أننا قلنا لاليمونتاشن ينا لاليمونتاشن يعني هنا عبارة لاليمونتاشن يجب الانتباه بأنها مؤنت في الأخير عفوا نضع بالنسبة لعبارة كوبي عندما نصرف لverب كوبي تصرف هنا في لاليمونتاشن إلكتريك إذن سوف نضيف في الآخر جيد إلى حد الآن أظن بأننا تكلمنا عن كل شيء يهم هذه الجملة أتمنى فقط أن ترددوها أكثر من مرة لكي تترسخ في دينكم الآن وصلنا إلى توقيت إضافة أو وضع جملة جديدة وجملتنا هي لقد قمت بمجهود كبير لهذا أحس بالتعب نعم جملة أيضا بسيطة ورائعة وأكيد سنحتاجها في كلامنا اليومي وهي لقد قمت بمجهود كبير لهذا أحس بالتعب كالعادة أنا أنتظر أجوبتكم بفارغ الصبر حاولوا البحث على أكثر من صيغة شاركوا أكثر من مرة لكي تستفيدوا أكثر في عملية البحث تكون الاستفادة أيضا وفي الأخير نعود ونقول مرة أخرى مبروك لمروان نخلو أظن بأنه يا مروان هذا فوزك 1 2 3 4 فوزك الخامس يا مروان نعم هذا فوزك الخامس يا مروان مبروك عليك لقد سبق وأعددت لك شهادتك الأولى ووضعتها إن لم تكن شهادة لا أدري أي درس المهم نعود الآن وأتكلم عن الفكرة التي أخبرتكم عنها في بداية الدرس أنا سوف إن أعجبتكم الفكرة سوف أقترح عليكم سوف أعطيكم رقم هاتف به واتساب سوف تسرسلون أني كل شخص يحب أن يرى نفسه في قناة معلم اللغة الفرنسية يرسل لي مقطع ما بين 15 10 إلى 15 ثانية يقدم فيه نفسه أنا فلان من البلد الفلاني أحييكم جماعا وأحيي قناة معلم اللغة الفرنسية وأنا سوف أقوم بجمع هذه المقاطع كلها وأضعها على شكل فيديو في القناة لكي أجمعكم جميعا أريد أن تعرفوا بعضكم البعض أحببت هذه الفكرة أردت أن أشتركها معكم كل شخص سوف أعطي إذا أعجبتكم الفكرة قولوا لي نعم لكي أبدأ فيها سوف أعطيكم رقم هاتف به واتساب وسوف ترسلون في هذا الواتساب كل واحد يرسل مقطع فيديو يصور نفسه أنا فلان من البلد الفلاني أحييكم وأحيي جميع الأصدقاء وأحيي القناة مقطع 10 15 ثانية لا يتجاوز هذا وأنا سوف أقوم يرسل تقريبا الجميع إلى أن أتأكد بأن الجميع أرسل مقطع وأقوم جمعهم في درس وأضعوا على القناة لكي تتعرفوا على بعضكم فأنا متأكد بأنكم متلهفون للتعرف على بعضكم البعض جيد إن أعجبتكم الفكرة فأكتبوا لي هذا في التعليقات هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية درس اليوم على أمل لقاء بكم مجددا دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر